أكد رئيس مجلس أشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أن رجال الشرطة المصرية جسدوا أرواع صور البطولة والفداء دفاعا عن أرض مصر وكرامتها في معركة الإسماعيلية العظيمة في 25 يناير عام 1952 جاء ذلك في كلمته بمناسبة الاحتفال بذكر عيد الشرطة خلال الجلسة العامة بمجلس أشيوخ في مثل هذه الأيام من كل عام نحتفل بذكرى من أرواع ذكرات البطولة والوطنية والفداء ذكرى يوم 25 يناير ساة 1952 ذلك اليوم العظيم الذي خلد في تاريخ المصريين حيث جسد رجال الشرطة المصرية أرواع صور البطولة والفداء دفاعا عن أرض مصر وكرامتها في معركة الإسماعيلية العظيمة فلم ينسى لهم الشعب فضلهم فاتخذه يوم عيد تخليدا لهذا اليوم وهم لا يزالون على الضرب سيرون يحاربون الإرهاب ترجمة نانسي قنقر